مشاهدينا برحب بيكم في حلقة خاصة جدا مع نجم نادي الاهلي كابتن مصطفى شبير برحب بيك يا كابتن عمل ايه كويس الحمد لله كله حلو كله حلو برحب بيك طبعا ومبسوط ان انا معاك انا مبسوطة اكتر ومنورني ومنور القناة في البداية كده عايز اعرف منك شايف مشوارك مع نادي الاهلي لحد دلوقتي زاي والله الحمد لله كرم ربنا كبير جدا الواحد في فترة قصيرة قدر يعمل حاجات كتير يعني انا يمكن انا كتأول فترة مع كابتن حسين البدري لما كان ماسك بعد كياه بتدي تنزل وكأي ناشئ طالع بعد كياه زبت من فترة مستر كارتيرون لما كان موجود دخلت مع ام اصكر ومنسايتها بقى الحمد لله الواحد موجود فطبعا لا الحمد لله الواحد عمل حاجات كتير وليسه طبعا قدامه كتير اللي يعملوا يعني ان شاء الله دخولك مع اسمين كبار زي محمد الشناوي وعلي لطف طبعا مسئولية كبيرة جدا شايف المسئولية ازاي طبعا لا هي مسئولية هي طبعا بتديك حافظ ان انت بتتعلم كل يوم انت ما شاء الله يعني ما احسن حارس في افريقيا وكابتن علي لطفي النس برضو لما لقى شافت الناس شافت كابتن علي لطفي عمل ازاي فطبعا مسئولية كبيرة انا بتعلم منهم كل يوم ان انت موجود معهم دايما في التمرين وبصراحة احنا احنا كلنا عيلة واحدة وهما ما بيتأخروش سواء في النصايح وفي كل حاجة الناس ما بتتأخرش سواء كابتن شناوي او كابتن علي لطفي ومعنا اه مستر ميشيل ومعنا برضو حمزة كلنا عائلة واحدة وده اللي احنا متفقين عليه من اول يوم لنا ان احنا كعائلة واحدة وده الحمد لله اللي بيخلي ربنا يوفانا دايما. مين اقرب لك فيهم? لا كلهم. هبازل والله هزلم حد مش دبلوماسي بس هزلم حد لو قلت واحد عالتاني. لا يعني انا عايزك ايه تقول لي صراحة. لا وكلهم طبعا قريبين مني يعني مسلا كابتن شناوي كابتن التيم وفي نفس الوقت بستشيره في حاجات كتير جدا. كابتن عائل لوت في باخد برضو رايب حاجات كتيرة جدا بره وجوه الملعب زي ده كابتن الشناوي. وحامس طبعا عشان سنا قريبين من بعض وطلعين مع بعض يعتبر. ففي الصراحة ما ولكن هزلم حد لو قلت حد غير التاني. فوالله كلهم قريبين مني جدا.